أعلن وزير الخارجية الروسي سيرفي لافروف أن منظمة بريكس لا تهدف لأن تصبح قوة مهيمنة جماعية جديدة ونشر لافروف مقالا له في مجلة أوبونتو جنوبة أفريقية قبل انطلاق اجتماع بريكس أشار فيها لأنه ليس لدى المجموعة هدف استبدال الأليات المتعددة للأطراف القائمة وعلفتها الوزير لأن دولة بريكس مستعدة للاستجابة للطلب لأن تصبح أحدى ركائز نظام عالمي جديد أكثر عدلا ومتعدد المراكز مضيفا أن هذا سبب عملية توسيع داخل المنظمة تطالب دول عدة جديدة بالانضمام إليها هذا وأضف لافروف أن من بين أولويات الجمعية وتعزيز إمكانات بنك التنمية الجديد ومجمع احتياطيات النقد الأجنبي المشروط لبريكس وتحصين أليات الدافع وكذا زيادة دور العملات الوطنية في التسويات المتبادلة ترجمة نانسي قنقر